وصل صوتك تقريب الجانب الاقتصادي يعني دعم الجانب الاقتصادي تكامل اندماج ليبي التونسي وهي مش مبادرة متعينة هي فقط دوري في هذه المبادرة هذه فقط تقريب الأطراف المعنية بهذه المبادرة لا مدير ولا شريك فقط استعملت معناها صدقاتي وعلاقاتي لتقريب الأطراف والمبادرة قاعدة تمشي بشكل أعتقد أنه مكتوب لها أنه تنجح خاصة مع تطورات سياسية المقبلة عليها الساحة اللي بي جيت بحدينا باش تحكينا على حزب جديد اسمه حركة مستقبل تونس حركة مستقبل تونس وقلت ممثلين على 250 بلدية من مجموعة 353 بلدية بين الطلاب الوطني باش يوقعوا نهار سبت هذا على النظام الأساسي لحركة مستقبل تونس قصد التصريح القانوني بتأسيس الحركة دونك حبي تقول راهو التنظيم الأفقي من التأسيس لكي يكون الجميع أصحاب البتيند هذه ضربة للبيجي قايد سبسي ولا للشكول ضربة مش ضربة هي تذكير تقريبا لكل الأحزاب الموجودة لأنه شوف أنت في موقع أمامي موقع متقدم لمشاهدة الساحة السياسية أنت كم اشتفتك صحافي تعرف ما يقرأ من جملة العيوب اللي خلت الناس تعزف عن الالتزام بالعمل الحزبي هو انعدام الديمقراطية في كل الأحزاب تقريبا وأنا قلتها زمان أيام زمان قلت أنه النهضة أكثر ديمقراطية من نداء ولا زال هذا التشخيص صالحا وأعتقد حتى أكثر ديمقراطية من برشا حزاب هم عندهم كما يقولون سانليكس نجم يسمح نفسهم بالديمقراطية اللي عندهم نمط عمل اللي مختلف عن عندهم معناها مبدأ الولاء موجود مبدأ الطعام موجود مش موجود في الحزاب الأخرى لكن المهم أن الأحزاب المدنية اللي مفروض تطبق الديمقراطية في ممارساتها من القمة للقاعدة الممارسة الديمقراطية منعدمة وأحنا قلنا خلنا بدأوا الأمور معناها بشكل معكوس ما ننطلقوش من أربع خمسة جنرالات يقولوا ها عملنا حزب أحنا شخصيات سياسية معروفة واللي بعدكش اللي حبنا يجي معنا لا أحنا قلنا ننطلقوه من أدنى مستوى تقسيم جغرافي في البلاد اللي هو البلدية ننتخب أو إذا ما سمش انتخاب على الأقل نفرز أشخاص ممكن يكونوا معناها مكاتب وفروع في منطقة بلدية ونضف عليهم صفة المؤسسين هم اللي يوقعوا فالنظام الأساسي يقدموه الوزارة الأولى يقولوا مش تهر بن حسين وأربعة من أصدقائهم قدمين لا 250-300 شخص يمثلوا 250-300 بلدية هذه فيها رمزية في حد ذاتها فيها رمزية أنه سوف نقطع مع الممارسات اللي نأمعهودة اليوم تقول كل مرات هكذا تبني الأحزاب والله شوف الأحزاب العصرية وي بطلا نشوف تقول الأحزاب اللي تولدت في أوروبا نتيجة العزوف السياسي من الأحزاب الكلاسيكية شخص مثلا تيريزا بوليموس إسبانيا في اليونان وكل كيفاش تقلقت الأحزاب هذه تقلقت لأنه الرأي العام والمواطنين عزفوا و رفضوا في نفس حالتنا نفس حالتنا نفس الحالة أنه نفس الخطاب نفس الممارسات نفس التنظيم كذا كي جاء جاء تنظيمات أخرى انطلقت من القواعد ومن مشاغل المواطنين نجحة تعرف مثلا تنظيم بوديموس في عامين من 2014 إلى 2016 تحصل على 23% من الأصوات وبميزانية لو ما تأخذ للحزب الشراكي 72 مليون يورو ميزانية متاعه بوديموس زوز مليون يورو لأنه مبنية على التشارك مبنية على انطلاق من القواعد مبنية أيضا على الاستعمال المكثف للوسائل التي تقصدها المعاصر الحصرية الانفورماتيك يعني الحزب ينتقل إلى بيت المنخرط ومش المنخرط ينتقل إلى مقار الحزب عندك مثلا دروق التصوير هذه كل أعتمدناها أي أما حزب سياسي طار بن حسين واليوم برشح وين تقعد التحل وكل واحد يخرج تونجيل النقطة هذه حزب سياسي راه يطلب مضمون سياسي قبل ما نبحث عن الأشخاص والكذا هكا هكا أنا يظهر لي معناها مضمون سياسي خطاب سياسي فكرة سياسية طرح سياسي نبدأ من هذك معناها من اللون أو نحكيه على برنامج أو خيالات كبرى أو كذا بالضبط عندك الحق أبو بكر الانطلاق السياسي متاعنا وضع تركز على تقريبا حاجتين أساسية الحاجة الأولى التي تشوف أنت في البرامج الاقتصادية والاجتماعية متاع الحزاب وكلها باستثناء الجبهة الشعبية الجانب الاجتماعي مغيب تماما والناس كل قابلين بيتملص الدولة من دورها الاجتماعي ودورها كقاطرة للتنمية وهذا مش مقبول في بلاد كيمة تونس مثلا كم مرة الأخرى نقرأ في دهريج صار لها عامة وعام مشوية الأستاذ محسن مرزوق في واشنطن بوست ولا عدنا في الشروق يقول برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي هو 80% برنامج النهضة هذا شيء معناها أنا أتبرأ منه بسفتي كقيادي سابق في ندية تونس عمره ما كان برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي 80% مشترك مع النهضة يشبه معناها ما ميشبهش تعرف نعرفش إذا طلعت عن برنامج طلعت عن برنامج كل الحملة لانتخبئ برنامج جهد سابقادي والاجتماعي منتعني دية تونس كان عنده صيغة وصبغة معناها اجتماعية واضحة لأنه الناس اللي عملوه ناس جزئيا من تساترة تعرف تساترة هم أكبر هو اجتماعية في البلاد نعرف انه مش باب الصدف انه برقيمة ما عملش تسليح وال والمسائل الأخرى اللي عملوها في البلدان الشرق عمل المدارس والمستوصفات اليوم ما كنشوفه انه طبقة سياسية لا تستغرب ولا تثور عندما عندما نشوف انه في ماجد بالعباس معناها العمناول نسبة النجاح في الباك هي صفر في المية لا تثور على هذا لا تثور عندما تتنقل المرأة من العيون إذا القاسرين بيشتول التون تموت في الثنية فتقول فما حاجة معدومة فاحنا التوجه الرئيسي منتاعنا هو الجانب الاجتماعي والتركيز على الجانب الاجتماعي فما حقا نقطة من قلت هاش انت سؤال مسألتوش لكني سخلولي فيه العباد في الشارع وفي غير الشارع يقولولي يا أستاذ توانتي عنا احنا ميتين وستة أحزاب مسجلة في دفتر خانة عند الوزارة الأولى اشنو بشيضيف هال دبورشي مباريرات تأسيس الحزب كيفش تجيين عندك ميتين وستة أحزاب وجي انت تتولي الرقم ميتين وسبعة سؤال انت شاهد نسأله لكي تفضل لا لا انت شاهد تفضل ستا نخدم في خندك تويكا وكصحافيا نخدم في خندك بدون نقاب نخدم خندك شوف الصحية ميتين وستة أحزاب سيني مش نبيان معدنوس أنا معدين شروطك العتيب أما ما تنجحش معدنوس لنومالي شحبيت نقولك لو انت كصحفي وماخذ معناها طالعة الصحفيين بركلة عليك بالله يقولي بصراح بقداش من حزب تسمع كأحزاب موجودة في الساحة خلاش من حزب وهالانو حنود جديد بشي بدل الواقع قلي هالانو حنود جديد ستهر اليوم طرح طوال بارح سي سعيد العادي قال بشي بشي عمل حزب ونسمعو في مهدي جمع بشي عمل حزب ومحصل مرزوق عمل حزب وغيرو من الأحزاء وحمد نجي بشي بشي عمل حزب غيرو من الأفكار اليوم بتاع أنا أنا نعتبر روحي شخصية عندها رمزية وكذا وتوزن في البلاد نمشي نعمل حزب لحزاب الكل ما عاشي تساعلي والعاركة اللي صايف لحزاب ما عاشي يساعدني وكذا نحن بروحي زعيم نجي نعمل حزب هذا الفكر راهو فمش حاج أخر تحرك فيكم ستاهر فمح يا ستاهر عدة توطي بشي تسوق كلام للناس من حقك بشي تسوق الكلم اللي تحب عليه أما ليدفع فيكم لكل اليوم هو أنه أنا نعتقد أنه أنا أفكاري وحدي هي الصالحة وإذا كان نحب نطبق أنا أفكار لازم نعمل حزب وحدي ونكون أنا الزعيم تاع الحزب هذيك وما يحكم فيها حد هذا 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 هنا مخطأ في حاجة أساسية تعرف أشي اللي هي اللي تاهر بن حسين كمبادر بهذه المبادرة الحزبية أعلن أمام الملأ أنه ليس معني لا بالترشح للرئاسية ولا الوزارية ولا العمدة ولا أي منصب كان معناها هذه التي علم تعمل في حزب روحه هذي انتفت الانتفاء نهائيا لأنه تاهر بن حسين يقوم مثل كل أعمالي أنا أعمالي كل اللي عملته في حياتي تنطلق من واجب من منطق الواجب كعملت القناة في 2003 عملتها التجارية بشن ربع خسرت فيها تقريب بزوز 3 مليار دوائد معناها جابتني من 2003 إلى 2010 شين جابتني القناة لكن مسيكل نعم جابتك المسيكل جابتني المشاكل يا رحم والدي لكن منطلقة من منطق الواجب كان عندي إمكانية بشنعملها هذه القناة دي كسر جدار الصمت اللي كان موجود مفروض على تونس عملتها بدون تردد اليوم يا أستاذ كنشوف أنه مفروض أنت تعبر عن قلقك شوف عندك هكي الأربع خمسة حزاب اللي هي طافة على السطح هذه في أوج عطائها معناها في 2014 لم تستطع إقناع أكثر من 44% من الناخبين من التصويت صحيح عامين من بعد الحزب الجيال الأول انفجر معناها نمشى كفلوس روسيا كما يقولون نمشى تعرف أنا شخصيا عملت كلفة مجموعة من المساعدين بشي عملوا الصنداج على 3000 منخرت سابقا منخرت في 2014 في نيدا تونس القو 80% انسحبوا من نيدا تونس وانت شفت تأكيد شفت الصنداج سابقا اللي عملته اللي يري المعهد تراجع تراجع متاع حركة النهضة وانتالي داتو سيزو لا مش تراجع فقط هذا سيجوندير كما يقولون لكن أهم شي إنه ما كانت 56% معناها العزوف عدم التصويت في 2014 بسيدي لكن عملت حسابك تلقاه اليوم وصل 62% ما يعفوش لشكومش صوته لا 62% اللي ما همش في الصوت ما عندي الشفرية ما مش بيجي صوت لكن اللي بيجي صوت وعنه 17% نداء و12% ناضي إلى آخره نعم الآن هو نداء تونس وفين شوف معناها بدوره الدور اللي تبنى عليه الدورة ذكية انتهى نداء تونس بشبقة حزب مثل الأحزاب الأخرى بقرابة 10% من الأصوات هذا يكيد خاصة أنه حزب السلطة شوف معناها يجيب مع الناس اللي طامعين إلى آخره ماذا موجود معناها الناس اللي طامعين في معتمد في وزارة في مدير عام لكن بشكله ومضمونه اللي تبنى عليه عام 2012 انتهى وليها تقول لي أنت مثلا مبادرات شوفوا أستاذ الساحة السياسية الوطنية قاعدت تتشكل بشكل ملحوظ قاعدت شوف فيه وأنا كنت برأي أنا أرحب بكل مبادرات اللي قاعدت تكون طويق مبادرة قايمة على أشخاص التحر ليس قايمة على مشروع قايمة على أشخاص ممكن هما يحملوا مشروع أوكي أما مبنية على أشخاص شو هي رأي هذيك طبيعة هل يمكن أنه ينجح مشروع قايمة على شخص لا البيجي قايد سبسي انجح عمل الحزب قايمة على شخص وانجح وصله هو للرئاسة وجاب أغلبية في البرلمان ولكن هذا الحزب المبني على شخص بمجرد ابتعاد الشخص انهار لكن هي الأحزاب بستثناء نيدا تونس عندها لأنه نيدا تونس بستبناء في هبة خوف من تغلغل الإسلام السياسي في البلاد مش شخص شخص مبنية على شخص سمحني لو سادل بيجي قبل عامين حتى حد ما كان يسمع بيه حتى حد ما كان يعرفه مبنية على شخص هاو نذكرك الأحزاب المبنية على شخص المؤتمر من أجل الجمهورية مصر المرزوكي انهار التكتل مبنية على مصطفى بن جعفر انهار الجمهوري مبنية على أحمد نجيب شيبي انهار كل الأحزاب المبنية على أشخاص في تونس وبقيت حركة النهضة لأنها تنظيم شوف بو بكر انت شوف حتى الأحزاب في العالم الكل هي العيب وين مش العيب أن تنبنى على شخص العيب أن تبقى موكولة لشخص إذا أنت إذا شخص في العالم الكل حتى الأحزاب اللي قلت نحكي لك عليها تواب في أوروبا بقى دائما لأن العباد تحتاج إلى تعريف تشخيص مثلا كتقول تهر بن عسين تعرف أنه نوع من الصراحة من النزاهة من الشجاعة أيضا فالناس تحب يشبه نفسهم باك المبادرة الأول بعدين هي تعتمد على المبادرة نفسه إذا كان ذكي يقول خلي منتو نوسع الرقع نقدم وجوه جديدة أشخص لك أنا الحزب يعتمد على ثلاثة محاورة اللي هي تجديد الخطاب تجديد الوجوه تجديد المضمون هذي المضمون الاجتماعي اللي هو مغيب كمبلتمن في الصحة السياسية مغيب أنا حزب اجتماعي ولا حزب اجتماعي تقدمي ما هو حزب اللي 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 يقبل بالممارسات نعيش فيها اليوم وجوه جديدة أنا أنا ما أعرض نشوف الناس كل لو أنا حاشم من روحي أنه أنا من وجوده القديمة لكن نقول حاشم من روحي من وجوده القديمة على الأقل حدد دورك لك مترشح لك مترشح لا الرئاسية ولا الواحد ربي يخذني بالسياسة روحت كي بدي خم في السياسة وكذا ويحب يعمل بني حاجة أما اليوم عنا فراغ الهدف مترنس كل يوم أنه هالفراغ هايز نملاوه هل بهذه المبادرات الصغيرة والأشبه بالحوان تاكسيفونات الحزبية بش نمش تعب سياح سياسي معنا كنت عندك مثل في 350 بلدين وطراب التونسي سما حانوت من السمي الأخرين مش حانوت معنا تعرف بو بكر معنا في عدة جهات معنا تغنسيقيات كاملة من أحزاب أخرجوا معنا تنسيقات كاملة البرح في المستير معنا مجموعة كاملة كانت تنتمي لحزب آخر قالوا نحن نجي وكلنا مع حزب شنو حزب نيدا فمن سميهاش حانوتا تقول لي كيفاش تمنى الفراغ السؤال جيد أنا نرى اليوم أنه غير ممكن أنه حزب يؤسس معناها ويأخذ يحتل المكان ويملي الفراغ اللي خلاهن يدى تونس شنو اللي ممكن يصير اللي ممكن يصير أنه هل أحزاب هذول الرحبية من كلها مهدي شماعة نجيب شاب كلها الرحبية أنه سوف تقوم بموارسة مشتركة في مرحلة معنا فترة معين تكون تقارب في الانتخابات في الأعمال المشتركة في التظاهرات في كذا حتى الحوار وبعد بس صير تقريبا نوع من بين بعضها نوع من الاندماج معنا الحزب الكبير مو فيش تبناء كما ندي تونس تبناء بالتجميع عدة أحزاب متوسطة جبهة تبدأ وتنتهي إلى انسهار في حزب وسط تقدم كبير في شكل طيارات كل طيار عنده زعيم تاع هذه ثانوية لكن المهم أنه الناس تتفق على خطوط عريضة خطوط عامة وأنه يتبناء لأنه في ماشي اليوم أي حزب فيه تجانس مطلق بين الأعضاء والهياكل ما في ماشي دوك اليوم لأبروش خلاج عستاه بن حسين خاطر باش ننفهم أنه كل واحد يعمل حنو تمتاع ولحوين تهدو من بعد يتلموا ويعملوا يعملوا يتقربوا يعملوا ممارسة مع بعضهم حتى تكسبوا الثيقة بين بعضهم يعملوا ممارسة مثلا انتخابات البلدية انتخابات البلدية باش تقرب باش ناس لبعضهم أنا الانتخابات البلدية منها ويخدموا بعضهم هذي دي جاء بادرة طيبة باش يكونوا معناه في بداية المسيرة نحو التقارب والانسهار معناه فعندك ألي الطرق للوصول إلى حزب كبير فما الطريقة اللي تبني عليها نيداتونس اللي كانت وقت أزمة وقت خوف والطريقة تواه احنا تواه في بر الأمان كم يقولوا العباد باش تخدم بعضها تكسب الثيقة مع بعضها وبعد شن صار في حزب كبير مرة أخرى ويكون وقتها كبس صار في الحزب الشركي الفرنساوي عام 72 معناه عدة طيارات عدة أحساب صغيرة انسهرت مع بعضها وهذا يهو طريق المستقبل كم يقولوا نجس سياسي طهر بن حسين بحضينا على خاطر بشو على النهار سبت على انتلاق حركة مشروع مشروع أو حركة مستقبل تونس سمحني تفهم حركة مشروع تونس وحركة نيدا تونس وهذا حركة مستقبل تونس دول يكونوا مش تصبوا في بعضهم من بعد كثر لحوين ثم بعد يجي نعمل وهذا تموح الأمل أنه تصبوا في بعضها هو لتصالح البلاد أنه تموح أنه هذي كلها تصب في بعضها تخدم بعضها فترة معينة تكسب الثيقة بينها بين بعضها وبعد تنصهر البدائل ماوش 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 على النفس بعيد على مستقبل تونس ومشروع تونس ونيدا تونس البدائل الحزب يميني ريبرالي نوريمبا حزب يميني ريبرالي البدائل يمكن تحرف عنها هذا لأنه معناها قرابة بعضهم من عدة جوانب نهارسب دونك ممثلين أنا بتيروا خمسين بلدية قال مجموعة ثلاثمائة 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 قال يمكن حركة مستقبل تونس باش يخصرحوا بالوجود القانوني لتأسيسها الحركة هذه اللي اسمها حركة مستقبل تونس تهر بن حسين تمنى لك الله توفيق شكرا وإن شاء الله توفيق لبلين قبل كل شي شكرا